خمسة أحلام إذا رأيتها تعني أنك ستنجو من خطر وشر عظيم تابع هذا الفيديو للتعرف عليها ولكن قبل أن نبدأ رجاءً ادعم هذا الفيديو بالأجاب وشاركوا لينتفع منه غيرك فالدال والخريك فاعله ترك تعليقاً بالصلاة العسول لله صلى الله عليه وسلم واعلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر إخوان كرام جمعنا لكم في هذا الفيديو خمس رؤى ورموز تدل على نجاة الشخص من أمر مكروه لقدر الله والرؤى كثيرة كما تعلمون لكن في هذا الفيديو سنكتفي بذكر خمس رموز إذا رأىها الإنسان في منامه فليعلم أن الله منجيه من أمر مكروه لقدر الله فأول هذه الرموز أن ترى نفسك أنك تفر من هوام الأرض يعني أنك تهرب منهم ولا يفتقون بك كالنمور والأسود أو الأفعي أو الثعابين وغيرهم أو التماسيح تراهم يطردونك أو دب أو مهما كان المهم شيء من وحوش الأرض أو هوامها وأنت تنجو منه أو تكون في مأمن في منامك فأعلم أن هذا نجاة من أمر مكروه لا قدر الله أما الرمز الثاني عندما يرى الإنسان نفسه أنه يخرج من بحر هائش بحر هائج وهو محتار يخرج منه أو يستطيع أن يسبح فيه أو يعني المهم يرى نفسه أنه خرج منه آمنا فهذا أيضا علامة من علامة النجاة من أمر مكروه والعلامة الثانية كثير من الناس من يرى بلوعة بلوعة الصرف الصحي فمن رأها أو شكت تنفيض عليه أو ستفيض ثم مباشرة إما ابتعد عنها أو يرى أن هذه البلوعة انطفأت يعني ابتلعت في الأرض فليعلم أنه نجاة من أمر مكروه أما الرمز الرابع وهو رمز غريب بعض الشيء ولو تفسير قد يستغرب منها الإنسان وهو أكل الأدوية نعم قد ترى نفسك تأكل في دواء في المنام فاعلم أن الله سينجيك من أمر مكروه لأن الدواء يشفين من أسقام فهذا أيضا يعتبر رمز مهم جدا فمن يرى أنه يأكل أدوية أو يأكل دواء معينا أو شيء من هذا القبيل فليعلم إن شاء الله تعالى أن الله منجيه من أمر مكروه أما الرمز الخامس والأخير والمحير كثيرا والذي ربما يعني نجد عليه بعض الجدال أن البنت العزباء ترى نفسها ولدت ثم ترى نفسها تضع مولدا تقول أنا عزباء فهناك من يفسر هذا يقول لك أنه زنا وكذا وهذا خطأ فإذا رأت البنت العزباء العففة الطاهرة الشريفة أنها تلد فإن هذا دليل على أنها ستنجو من أمر مكروه إن شاء الله تبارك وتعالى وأنه سيفرج عليها بإذنه سبحانه وتعالى لماذا لأن في الحقيقة هي لا تعمل هذه الأشياء التي حرمها الله فطبيعي جدا لكن هي رأت في المنام أنها تضع مولودا ولو فسرناها بالمنطق إذا وضعت مولودا يعني تتخلص بطنها ويختفي ما كان يعني يقاوى عليها أو كان الناس سيره فهذا دليل على أنها ستنجو من أمر مكروه بإذن الله تبارك وتعالى وهناك حالات أخرى ولكنها تعتمد على حالة الرأي هذا والله تعالى ألو ألم وصلى الله وسلم وبركة نبي المحمد وعلى أله اللهم مرحمة وغفر لكل من شارك هذا المقطع شاركوه ليستفيد منه غيركم فإن الدال على الخير كفاعله وتركوا تعليقا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا شفاعته يوم القيام بإذن الله تبارك وتعالى دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته